السلام عليكم معكم دكتور عبد الرحمن نصار النهاردة هنتكلم عن تعليمات قبل خلع الأسنان وتعليمات بعد خلع الأسنان قبل خلع أي درس أو سنة لازم طبيب الأسنان يعرف التاريخ الصحي أو المرضي لكل مريض وانت قبل ما تخلع الأسنان هتلاقي طبيب الأسنان بيسألك لو عندك أي مشاكل صحية زي مثلا مرض السكر ومرض الضغط أو طوضة ضرفية أو سيولة في الدم وسواء أي مشكلة صحية تانية لازم طبيب الأسنان يعرفها قبل الخلع لأنها ممكن تأثر عليك أسنان الخلع ثاني حاجة لو انت بتاخد دواء معين مثلا منتظم أو غير منتظم مثلا زي أدوية السيولة فالأدوية دي بتسبب نزيف بعد الخلع لأن طبيب الأسنان أو الطبيب البشر هيضبط الأدوية دي الأول قبل الخلع لشان ما يحصدش نزيف بعد الخلع ثالث حاجة لو انت عملت عمليات قبل كده سواء عند طبيب الأسنان قبل كده وخلعت وحصل نزيف بعد الخلع لازم طبيب الأسنان يعرف أو أي عمليات جراحية تانية وحصل نزيف لازم كمان طبيب الأسنان يعرف رابع حاجة لو انت تجرحت في مكان ما في جسمك قبل كده وحصل نزيف شديد في الجرح كمان لازم طبيب الأسنان يعرف دي بتكون أهم تعليمات قبل خلع الأسنان هنتكلم دلوقتي عن تعليمات بعد خلع الأسنان اول حاجة هنعضى على القطنة لمدة ساعة او ساعتين بالكتير طبعا ممنوع نشيل القطنة قبل الساعة ممنوع نلمس الجرح عشان نتأكد مثلا لو فيه دم او اي حاجة طبعا كلام ده كله ممنوع ممنوع نلعب بالسنة على الجرح كمان طب الحاجات اللي اول يوم هنعملها ممنوع اي اكل ساخن في اول يوم اطلاقا زي الشاي والقهوة او الاكل الساخن وهكذا الاكل اول يوم هيبقى بارد فقط كمان لو فيه تدخين ممنوع طبعا تدخين نهائي او اول 3 ايام كمان لان التدخين هيعمل التهاب للجرح طبعا هياخر التقام اللسة حولين الجرح وهيحس بقلم شديد جدا نتيجة التهاب الجرح تاني يوم هنخسل اسنان عادي بس بعيد عن الجرح طبعا ممنوع اول يوم نخسل اسنان كمان من الحاجات اللي هنعملها تاني يوم وهي مضمضى ميا دافية بملح عشان بنساعد عن التقام اللسة وعدم التهاب الجرح او اللسة طبعا لو احتاجنا ناخد مسكن اول يوم وتاني يوم عادي خالص وبكده وصلنا لنهاية الفيديو تنساش تشترك في القناة تعمل لايك للفيديو السلام عليكم